أوضح عضو الأجنة المالية النيابية محمد إبراهيم أن هناك شبهة وافق بين بغداد وأربيل أعلى حسم الموازنة وقال إبراهيم أن الموازنة تأجلت إلى جلسة ثلاثة بسبب وجود بعض الإجراءات الفنية وكذلك من أجل استكمال بعض الجوانب المتعلقة بها ومن ثم تقديمها للتصويت وأضف أن المدى الحادي عشر من الموازنة تشكل محور الخلاف ما بين الحكومتين وخاصة ما يتعلق بمستحقة كردستان منذ 2014 وكمية النفط المصدرة عبر الأقليم حيث ما زال الموضوع تدور بشأنه حوارة سياسية